اعزائي المشاهدين مسائل فل عليكم ازايكم وعملين ايه النهاردة بقى جايب لكم كده تليفون فانتازيا تليفون شياكة اللون بصراحة الارجواني بتاعه او اللون اللي هو النيبيتي ده هيعجبك او اللون اللي هو دم الغزال ده تليفون اللي معناه النهاردة هو الاوب والاف خمسة عشرين او تونتي فايف البرو الجديد تليفون بصراحة شكله شياكة او جميل وروعة سعر مناسب امكانيات جميلة قيمة مقابل سعر كتير او وعد وما تقولش شيء هنشوفه النهاردة هنشوف ايه دنيته ايه الشياك اللي هو فيها كاميراته اخبارها ايه طب شاشته حلوة ولا اي كلام بطارياته وشحنه السريع حلوين وينفعكو ولك اقلب وخش على اللي بعد هنستعرضه النهاردة مع بعضينا وهنشوف امكانياته وهنقف على النقاط السلب بتاعته والقوة ونشوف نقاط الضعف بتاعته ونشوف نقاط الايجابية اللي بترشح التليفون ده ان احنا نشتريه القناة يا جماعة مهم جدا اشتراك حضراتكم فيها يوم ورا يوم بتزيد بفضل ربنا ثم فضلكم انتم عايزين نوصل بقى المئة الف مشترك في خلال شهرين يلا بقى شجعوا الواحد يا اخي المهم هنستعرض مع بعضينا التليفون ونشوف دنيته اخبارها ايه يلا مع بعض نستعرض ونراجع التليفون اللي معنا النهاردة اللي منشركة اوبو الشياك اوي وهو الاوبو او خمسة وعشرين برو الجديد انا اخوكم اشرف عرفان ودي قناتكم انتم قناة ثاندر ليجند يلا بينا اعزائي المشاهدين في كل مكان ازايكم اخباركم ايا ربكم وبخير اهلا بكم في حلقة جيدة من حلقة عن ثاندر تكنولوجيا ومعلومات ومعاكم اخوكم اشرف. ركزوا معي يا جماعة في الحلقة دي الحلقة دي على فكرة فيها معلومات حلوة قوي خاصة ان سعر التليفون اللي معنا النهاردة الاوبو الاف خمسة وعشرين برو سعره جاي منافس فعلا في السوق ولو نزل مصر ان شاء الله بازن الله هينافس بقوة جدا امكانيات قوية جدا مقابل سعر قليل يناسب جميع المستويات والفئة المستهلكة او المستهلكين عامة بالجميع فئتهم هنستعرض مع بعضين نهاردة التليفون ده بس قبل ما استعرض التليفون مش هنسى افكركم الاشتراك في القناة يا جماعة مهم جدا السبسكرايب اللايك الشير في كل مكان الكممنتس وهنرد اخرجكم مع طول وزر الجرس لو سمحتم فعلوه عشان يجيلكوا كل جديد يلا مع بعض راجع التليفون اللي معنا النهاردة الروعة او خمسة عشرين برو الجديد يلا بينا التليفون اولا شكله قنيت جدا والشياكة قوي مستطيل الشكل مع دقارية الحواف وعدم حديتها مع وجود اه اه الكاميرا السيرفي في المنتصف الاعلى والشاشة بتيجي فلات من الامام والضهر برضو فلات مفيش خالص آآ من الظهر كلمة اوبو في المنتصف آآ عرضي آآ في الاسفل من الاعلى على الشمال شكل كده مستطيل بارز شوية او بروس شكل مستطيل كده بحاجة بسيطة وفي دايرتين الدايرتين دول اللي فيهم الكاميرات وعلى يمينهم موجود الفلاش آآ الحواف بتاعته كلها مسمطة بالكامل البزلس بسيطة جدا على مستوى الحواف في الشاشة نيجي بالنسبة لآآ تاريخ الاعلان اعلن عنه في تسعة عشرين فبراير عشرين اربعة وعشرين ابتدى يطرح للبيع في اربعة مارس عشرين اربعة وعشرين اما عن ابعاد التليفون دوت مية واحد وستين فاصلة واحد فيه اربعة وسبعين فاصلة سبعة في سبعة فاصلة خمسة ملي متر تليفون رفيع ويعتبر رفع دوت حاجة ميزة ليه جمدة جدا الوزن المقدر ليه التليفون ده مية سبعة وسبعين جرام التليفون مهي انه هياخد شرحتين من نوع النانو ولكن مش مجهز بالالكترونيك اس اي ام او الاي اس اي ام المعيار اللي بيجي به الاي بي سكس فايف او ستة اه ستة خمسة آآ المضاد للمية والرزاز بتاع المية والاتربة اما بالنسبة للشاشة فالشاشة بتيجي من نوع الامولد مليار لون بتاعها مية وعشرين هيرتز ومعدل عينة اللمس تلات تلاف وستمائة هيرتز مجهز بالاتش دي ار التين بلاس والنتز بيوصل لالف ومية نتز يعني درجة وضوح روعة في قلب اه الشمس او في قلب الاضاءة العالية نركز يا جماعة مع مواصفات تاني مرة باكرر الموضوع ده عشان اه السعر لما نسمعه في اخر الحلقة مساحة الشاشة ستة فاصلة سبعة انش بقوة استحواز تسعة وتمين فاصلة تمانية في المية اما بالنسبة للشاشة الف وتمانين في الفين ربماية واثناشر بيكسل وسبكتر اشو عشرين لتسعة مع كثافة بيكسلات او شمعة تلتمية اربعة وتسعين بيكسل لكل انش يعني درجة الوان روعة برضو في التليفون ده التليفون بيجي بطبقة حماية امامية من نوع اسمها الباندا جلاس المصنعة في الصين نيجي بالنسبة للسيستم اللي بينزل في التليفون ده فهو اندرويد اربعتاشر مع الكالر او الواجهة بتاعته الكالر او اس اربعتاشر المعتادة او المعروفة بروعتها و جمال الواجهة نفسها البروسيسور او المعالج بتاعت التليفون ده من شركة ميديا تيك الدايمين سيتي السبعة تلاف وخمسين ده المعتمدية بتاعته ستة نانوميتر ده اوكتا كور او تمن انوية النواتين الرئاسيتين بتوع او الكاستم او قوية بقوة اتنين فاصلة ستة جيجي هيرس كورتكس اي تمانية وصعبين ده المسمى بتاعها اما الستة انوية الموفرة للطاقة بتيجي بقوة ستة فاصلة اتنين فاصلة زيرو جيجي هيرس كورتكس اي خمسة وخمسين ده المسنى بتاعها التوليفة الروعة دي بيدعمها كارت جي بي يو او رسوميات من نوع المالي الجي تمانية وستين ام سي فور التليفون ده بقى فيه ميزة روعة جدا انه بياخد كارت ميموري لغاية واحد تيرة وبينزل بذاكرة اما مية تمانية وعشرين جيجا بايت او متين ستة وخمسين جيجا بايت من النوع تلاتة فاصلة واحد التليفون دوت بيجي برامات تمانية جيجا بايت رام للذاكرتين ولكن طبعا قابل للزيادة بتمانية جيجا بايت رام اخرى اما بالنسبة بقى للكاميرات فبيجي بثلاث كاميرات روعة في الظهر الكاميرا الرئيسية بقوة اربعة وستين ميجا بيكس الفات العادسة واحد فاصلة السبعة كاميرا روعة جدا بميقياس باسترقعة بتيجي بمدعمها للبي دي اف والايو عاي Bass لتثبيت البصدق اما الكاميرا الاوت sign او زيادة العريضة فبيجي بقوة تمانية ميجا بيكس الفات عادسة اتنين فاصلة اتنين ودي بالدعمitter اما الكاميرا الماكرو بكتبيب بقوة اتنين ميجا بيكس الفات عادسة اتنين فاصلة اربعة. توليفة الروعة دي بدعمها ال ايد في لابدعم تصوير implemented ad ayuda والفيديو اركزوا كويس. الفيديو بيجي بقوة تصوير اربعة كي بفريمات تلاتين فريم بير ساكند. الكاميرا الامامية برضو روعة جدا لانها بتيجي بقوة اتنين وتلاتين ميجابيكسل فاتحات ساعة اتنين فاصلة اربعة بالدعم وبالدعم تصوير البنوراما واخدوا بقى القوة بقى في دي ان تصوير الفيديو بيوصل لاربعة كي بفريم تلاتين فريم بير ساكند يعني معنى كان التليفون ده تقدر تصور به محتويات وتقدر تصور به حاجات على او فيديوهات تقدر ترفحها على السوشال ميديا وتديك نقوة صورات روعة. تليفون ده بتاع بيجي بنوع استيريوم الاسفر من الاعلى وما فيش مكان لتركيب الجاك التلاتة فاصلة خمسة. واحدات الكمنيكيشن روعة الواي فاي بيجي بديول باند باحدث حاجة البلوتوز بفرجة متأخر شوية لانه خمسة فاصلة اتنين الان فريد هو اللي موجود لكن الراديو مش موجود وليو اس بي من نوع تايب سي اتنين فاصلة زيرو وبيدعم الاوتو جي. بصمة التليفون دوت اسفل الشاشة اوبتيكة اللي بتيجي كفيها جميع السنسوس موجودة في جميع التليفونات. اما بالنسبة للبطارية فالبطارية من نوع ليتر مجبيرة خمسة تلاف ميلي امبير وبييجي معاه شاحن سريع سبعة وستين واط بنظام الباور دليفري اتنين فاصلة زيرو وليكويك تشارج تلاتة وبيشحن من زيرو المية في المية في تمانية واربين ديئة. اما الشحن العكس فبيبقى عن طريق الكابل. التليفون ده بقى بيجي منه اللونين الروعة. لاما البلو اللي بيسموه شكله شيك قوي اللي احنا شايفونه في الصور. او الشكل اللي هو الارجواني او اللي هنقول عليه دم الغزيال. سعر التليفون ده وقت تسجيل الحلقة كان حوالي عامل متين وتسعين دولار. يعني طيب بنتكلم في حوالي في اربعتاشر الف جنيه ونص سعر قليل قصاد الامكانات الضخمة اللي احنا شايفنا. سلبية التليفون كان قاتي. اولا هو مش اه مدعم لان هو يبكب فيه او امريكا فيه يعني او اي 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 ام. اه بالنسبة للرامات الرامات بتاعته قولي ايه ده? يعني اقصى حاجة تعمل يا جيجا بايت رام ما بيجيش اعمل من كده. التلت كاميرات اللي موجودين اعلى واحدة فيهم اللي هي اربعة وستين ميجا بيكسل كان مفوض برضو كان نبقى الباقي مسلا اه خمسين وستين او ميجا بيكسل يعني. ويه اه اه الواي فواي مش باحدث حاجة خاص مش تراي باند. البلوتوس مش باحدث حاجة وما فوش دي حاجات جدا ممكن من نظرة حضرتك ان انت تتجاوز عنها. اما الايجيبات زي ما نستعرضتها شاشة روعة كاميرات رائعة. اه بروسيسور قوي جدا. اه بطارية وشحن سريع عالي قوي يقدر يكفي معاك. ويه كاميرات والمهم الناكس قوي على الحالة هي كاميرات بزات الكامير السيلفي كاميرات روعة وتحفق جدا. لغاية احنا احنا وصلنا نهاية البرنامج. يا رب تكون المعلومات فادت حضراتكم مرحب جدا بالاستفسار في اي وقت. مش هنسى افكركم يا جماعة ما تنسوناش لو سمحتوا من اشتراك في القناة مهم جدا. ونشوروا القناة في كل حتة عايزين ان يوصل لمية الف مشترك في خلال شهر ايما. شكرا جدا للحسن استماع حضراتكم وسلام عليكم.